يا دولة معلش اتأخرت عليك اهلا 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 ازاكا كمان ولا اهمك تفضل قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه لان انا مستعجل جدا وعايز اروح عالبزار فاكري عالدولة ايام الجامعة فاكري البت سماح اللي كنت معجب بيها كنت انت عامل فيها ان انت بقى محتارة قدامها وروحتانا جاي من ورا ومركب لك دير بس كان موقف ظريف ست عرفني احبات حك ودحك اللي حولي ايه يا عام انت داخل سخنة علي ايه ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشية معاك الاول وانا بقى اللي جيت من وراك وروحت فقعها قصيدة فراحت ثبتك ومشيت معاك كان موقف ظريف جدا صراحة لا بس اقول لك انا بقى اللي اظرف منه ان سماح دي كانت ماشية مع الدفعة كلها وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف والدفعة كلها عما لا تضحك وايه يعني هي الدفعة كلها دي يعني وبعدين انت مولتيش ليه قلت اصيبك حاكمان احب اشمت وشمت اللي حولي يعني انت اجايبني بعد الفترة الزمنية دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده انا ماشي انا ماشي انا ماشي انا اولك 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 عادل انا الحمدلله ربنا كرامني دلوقتي يبقى عندي فلوس كتير ومجموعة شركات وموظفين ياما حاكمان احب اكسب واتكسب اللي حولي حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجة انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقى كل انا والناس اللي مسؤولين مني دول عادل عشو الخطر استوعب استوعبني اتفضل اخلص مجد ابني يا سيدي للأسف طلع نسخة مني بالزبط نفس اطباعي يا مارسوح يا عيني ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو كل سنة بيسقط في المدرسة بقالوا خمس سنيني عالدولة بيسقط سقوط متواصل ياه مجلاش ولا سنة ونجح مثلا مصر يا سيدي عالكروساف القياتي كل ما انجح انا في صفقة يسقط هو سنة طيب ما تسقط انت في صفقة عشان ينجح هو سنة عملت كل المحاولات في الاخر بقى روح تجابه المجد طول اسمع ولد ماجد انت ليك لا في شهادة ولا في تعليم انت لازم تبتدي من اول السلم من السفر من تحت السفر كمان تتعلم شخص انا صغيرة كده فقيرة عشان تشوف الناس الزبالة بتشتغل ازاي صح برضو الاب لازم يرببنه قلت بقى مفيش غيرك عقب ماجد بيه واجيبه لك تمار مطو انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتزم فيا لكن المهم ايه المطلوب مش مهم انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله يا سلام عقولة عم كمال ده يوم المنى اعتبرني كاني بعملك انت بالزبط همار مطو مطو منور عم كمال هددتك ونفست تهديدي ايه التحف اللي انت مقافلي فوسطيهم دون تحف سبهولي انا بقى كمال واتكل انت على اروح على شغلك اهو عندك اهو عايزك تبهدله عايز يرجع من هنا راجل ده لو رجعلك اصلا تكل الله هتتمرمط بس يا دولة سبلي انا بقى الودة اودكو على واحدة ونص رمزي ده اساسا بيحب يضحك ويدحك اللي حواليه وانت هتتشقت هتتشقت انت انت ايه انت ايه وانت يا بس اولو بيت تعال 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 بسرعة هاتلي اه نس كافيه وشيز كيك عشان انا عايز افتر وهاتلي نفسك حاجة فتر بيها حاكم انا احب اكل وااكل اللي حواليه خدامك خد يا خدامك تعال 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 ما صدقت شفت الفلوس خدتها وجريب اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يا لا اخدت حالي تعال 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 بتبرطم بتقول ايه ما بتبرطم بتقول ايه اه بحسن وانت يا لا قومي يا لا انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طيما تقعد انت كمان ما فيه كرسي عندك اهو وبعدين انا محب اقعد وقعد اللي حواليه يا سلال وانت فكرك ايه اللي مش شايف الكرسي ومعف يا هلا ومعف يا هلا والاكل اللي احنا بناكله هتطفح معانا منه ليه بس دولة كده يا عم انا كنت عايزة اكل شوز بالكيك شوز بالكيك؟ انا مش موقلك قبل كده يا هلا شوز بالطعمية؟ امتى ده دولة؟ مش لما جبتلي الطعمية مرة ناقصة اديتك بالشوز على دماغك فاكر؟ ايوا فاكر يا دولة طب احنا بقى دلوقتي عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر ملاكش دعوة ملاكش دعوة وانت هلا لازلت تلقى فاهم النظام هنا في البزار البزار ده فيه تسلسل وظيفي يعني اول حاجة الراس الكبيرة بتاعت البزار اللي هو انا مساعد الراس الكبيرة اللي هو الحيوان ده ايه دولة انا مساعد الراس الكبيرة؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوا يا لأ انت الودني يا لأ انت ودني يعني اول ما تسمع من الودة اي حاجة تيجي تقوله على طول ماشي يا دولة انا من هنا ورايح ودنك اليمين يا رب تتقطع وأخلص منها فهمت يا أد؟ هنا هو مفيش أي دلع طلع أي دلع نجيبك يا أد طلع أيبك ونجيبك انت بقى هنا هو وظيفتك المرمطون الصب الصغير باليا يعني نبعاتك مشاور زبالة تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعت بي تاني ونجيب غير عن مرمطك عن مرمطك أيوة دولة وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 عن مرمطك طيب طيب أنا محب أشتغل وأشغل اللي حوالي ولا انت بتتقلق كده لي يا ألا؟ لا ده أنا هبطلك طلع أيديك من جيبك كده بدل ما هبطلك على فكرة مجل عادل حضرتك طيب جداً ومش لقى ليك صيامة خالصة صح؟ صح؟ الوقت قرق يا دولة بس يا حيوان أنا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه؟ ولا رمزك؟ نعم يا دولة تكرع الله يا ألا روح هات العفريتة اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له حاضر يا دولة حاضر دولة على فكرة الطائية اللي في ايده دي builtNever أن أحسس إنها هتبقى على قد مقاس روحي Whoops خدها يا se دولة على فكرة الأميس اللي هو اللابسه دولة أنا حاسس إن هو هيبقى على قد مقاس روحي بالزبط يدي له الأميس يا لاね دولة على فكرة بعد ما خاف منك وكش بكده البنطلون وزع وهيبقى على قد مقاسي بالزبط أن مات следουν له العفريتة نسبه البنطلون يا مياش يا دوء يال至ي نجرح قدامي على المخزن عشان تغسله خمس مرات بسرعة يلا خمس مرات ليه؟ انا لانا اضافته مرة واحدة هينضف ايه ده انت بتبارتن بتقول ايه؟ بقول لانا اضافته مرة واحدة هينضف اه بحسب يلا يبني لازم ان تغسله خمس مرات عشان ما يتقول هاعد فاهم في مين يلا 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 قدامي بقى هذا غبي 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 يعني احدة هتضل الفتار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه مبارح اصلا انا اصلا نسيت لان رمزي مفروض هو اللي كان يجيبه ورمزي كان مشغول مع الصابي الجديد اللي جالي في البزار عموما هبعاته مع الصابي الجديد عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيبلي نتيجة التحاليل حاضر يا ماما هخلي الصابي اعدى على المعمل يجيبلك النتيجة عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشرة بتاعي من الاجزخانة اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات الوحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغموهم بشريتي نشفيت اه يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل وانا اقول الاكل تعمل بلسرين من ايه؟ طب يا جماعة مفيش حد عايز اي حاجة عشان انا عايز امرمط الواد ابي عادل الوينتوز ضرب عايز حد يجي يسطابه اه ده ان شاء الله هنسطابه واحنا بنسطاب الشقة السنة الجاية باذن الله لا طبعا ماينفعش انا عايز احد يجي يعمل كده النهارده انا مقدرش عاد من غير نت اسمعك بتقولي كده كأنك بتقولي مقدرش عاد من غير يدوم يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر حاضر 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 انا خلي اللي ويد الصابي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي عادل عادل بقولك ايه ايه وعاتين سين انت صور لي عادة تمليك بتاع الشقة اللي احنا عادين فيها دي عشان قدمه ننقابة المعلمين وانا ايه علاقت من قابة المعلمين بتاعتك دي؟ الله مش دي نقابتي ولازم اقدملهم ما يوثبت ان الشقة اللي انا عادة فيها دي مش ملكي عشان اقولهم ده انا من حقي شقة من قابة المعلمين بالكتير يا ماما هتديك مثلا برجل الام منقلة كده يعني صورو بس صورو بس وملكش دعم ماشي خلي الصبي جديد يتصورهولك ماشي حد عايز ايه حاجة تاني امه مرفة مسلا مش عايزة تهم البرازيل اصلا انا عايز بجد امرمط الواد امرمطه 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 بتاكل يالا ده تعملي فيها بتتكسل بصراحة ماجد باش يعني انت قصفتني ايه رأيك في الاكل اصلا انا بحب اكل واكل اللي حوالي الحمدلله الاكل مية مية ده انا حاسس ان هجيلي تسمم من كتره نظافته ده مراطة بس ويس ايه ده يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكانمة دولية كل 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 الحبيب انت يا كبير ارسلك حجر لا 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 انا هعدها كافيه بتاعي اصبت دماغي هناك ماشي انا هلمي بقى الاكل وسيق عليك النبي يا ماجد باشا يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفض من هنا هوا يبقى اخدني معاك يا عم علشان انا بصراحة مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هناه بصراحة عدل ابن عمي دا يعني بص خانقني وصراحة مولى حبيبي بتبعني يا واطي بغدوة عدل ابن عمي دي مش غدوة دفتار اه يعني مش غدا يعني دفتار ماشي يا رامزي حسابك معايا بعدين ان ما خليتك تصف التربة على البزار ايه واع من قدامي دلوقتي ايه واع من قدامي ايه واع من قدامي وانت بقى ابن نوزع العمال اللي فيها عوام ايه داخل علينا فتك ليه وموقف يا هاد وموقف يا هادو انا بكلمك يا هاد ايه مالك سوري 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 تفل اللي بقى لبقك دي هادو انت بتكلمني تفتها افتح بقك وريني اه تشرب سجاير؟ لا معسل يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك خد بقى التلبية دي التلبية دي هتروح تعملها لي كلها وبعد ما تخلص التلبية هتروح لهم عالبيت عندي شوفها عايزين طلبية تانية طلبات تانية تعملها بعد ما تخلصها تجيلي عالبزار عشان هتسيق البزار وتنظفه وبعد ما تسيقها وتنظفه وقوم انا مطربه لابتقوم انت مسيقه مطربه خلاص مكيكي عايز حاجة تانية؟ باي ايه الودة؟ ايه الودة؟ تجنن العربية دي يا مامي تجنن؟ ياختي يقولي الجوزك يجيبها لك يو خليكو فهنين انا عليه شوية انا بي هو بيجيب حاجة اه الحمد لله بابا هاي ما نزل عادل سعيد؟ اه انت مين؟ انا ماجد باشتغل عنده جديد في البزار اه جبت التالبات؟ اه تعالوا اه 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 اخد انت بصحة استنوني تحت في العربية عشان هاي سعيبها مفتوحة شو قولة باشا؟ جنهربية جنهربية انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك بتطرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه؟ ده مديني تلاتين جنيه انا جاب الحاجات البسيطة دي بألف جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه ألف جنيه؟ ألف جنيه؟ ألف جنيه؟ اه يا جا دي حاجات نضيفة قوي واكتر بكتير من اللي أنا طلبته اه طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جيبته؟ اه بالنسبة للكريم اللي حضرتك طلبها هو يعني سوري شوية ممكن يباوز لك بشرتك بس انا جبتلك الكريم اللي ماما بتستخدمه كريم سويسري هاي اهو يا مامي مش معقول انت جبت الكريم ده هو موجود في مصر ده 800 تاونز اه مفيش حاجة تكتر على جمال بشرت حضرتك هو قولي يا ابني جبتلي التحاليل التحاليل فيها مشكلة شوية ليه لا عندي حاجة؟ لا لا ما عنديكيش اي حاجة التحاليل ما بتقولش حاجة وبعدين ده مكان تروحي تعملي في تحاليل ده مكان لوكلس بصي انا بكرة هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصوصي بتاعت اب واحد صاحبي مستشفى ايكلس تعملي تشيك اب على كل حاجة ربنا نخليك يا ابني يا حبيبي انت باين عليك محترم ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كامال زهران هو السبب هو انت ابن كامال زهران اللي كان مع عادل في الكلية؟ مع الاسف انت باين نازيه زي ابوك بقولك ايه اوعى تكونني ست صوالي العقد بتاع الشقة اه سوري انت كنت عايزة صورة العقد ليه؟ عشان اجيب شقة في القبض المعلمين اوكي خلاص اخلي المستشار القانوني بتاعي يوعد معاكي يا خلاصلي بكل الكلام ده بدل الدوشة بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكرة انت صعبان علي قوي؟ عادل ايه اZee وانت تحط رحمته؟ هو دلوقت اللي تحت رحمتي انا خلاص прокسبتي كل الناس في صفي يعني هو مش عايحست يعمل معايا اي حاجة ده قارفنا انا كمان رايحة فين وجاية منين وهتلبسي ايه؟ اوف حاجة تقرى يا مدفدة يا قمر اللامون اللي انت بتحبه مرسي مرسي يا توضي ميج 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 تحب بعملك شاي فريسكة او شاي بالنعناع سوري نعناع ولا فريسكا؟ آآ...��بعد شوية أوكي عارب أهل حاج، عن فينا هو أنت إيه؟ إيه يا طند طند في عينك بيني وبينك فنق سنتين سنتين؟ طبعاً لأ طبعاً ، يومين يا حبيبي يا حبيبي طب إنت عارب بقى إيه؟ أنا إسمي ماجيدة وأنت إسمك ماجد يعني ممكن ندلع بعدين ونقولو على بعد مجميجو مجميجو حيلة مجميجو ما عندنش أي مشكلة مجودة! 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 تحبوا تتغدى؟ لا 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 انا طالب ديليفر لنا كلنا من المطعم السويسري ايه! 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 يو عاجل! يو عاجل! يو عاجل! الله يخليكم! الله يخليكم متشكل اولا! تقل لي معادك هنا يا لب! تكرى الله روح على البزار! جميع! ايو عاد تقوله يلا دي! حبيبي ده اسمه مجد وبندله نق erste نقوله مجميجو مجميجو? تبقوا ما اسم مجميجو اطلع البزار يلا! عايزك ساقل البزار وتنظفه وتنظف التماثيل وهتبايت هناك مع عميك رامزي تحت امره نااااااااا انت بتعمل بحشل انت بتعملوا ليه؟ ده حرامى عليه ده بني الناس خلك انسان رانيا لو سمحتى ما حدش يتدخل في شغلي وانت جمال ما تدخلش في شغلنا احنا خلاص اتفقنا مع رامزي ان هو حينظف ويقفل البزار ورامزي مبسوط جدا وترمي الفرحة هو في ايه ولا ولا انت عملي فيها حمل ودي عياله ولا يا صائت يا فاشل يا فاشل ما انت يا ما كنت فاشل فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف دي كانت سياسة في النجاح لان انا ما كانش ينفع يعني امتحن كل المواد مع بعض كنت بقى قسمهم بقى مواد في الصيف مواد في الشتاء لان دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي ليه هي هدوم بس 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 ما كش دعوان دي منزل الاستاذ ماجد زهران منزل الاستاذ ماجد زهران ده بيت انا حضرتك بيت الاستاذ عادر سعيد الحساب سبعمائة جنيه فان ماجد كلم بيقول حساب الحساب كم؟ بيقول سبعمائة جنيه باي بس رانيا يلا بسرعة وبي حضري السفر الاكل جيه ماجد هو جاب لي الباسطة اللي قلتلي عليها باسطة؟ الله يرحم الاعدل اللي على الباسطة ماجد امو علي ما تلاقيش يا حبيبتي كله جيه يا ماما ماما؟ انتو تبنيتوا الوقت ده ولا ايه؟ ماجد نيجو تحب اعمل لك كراب سوزيت؟ نسي يا حبيبي نسي طب كله رانيا اه حطيلي سلطة حطيلي سلطة هيا حطيك يا ماما على كين حطيك يا ماما على كين حطيك يا ماما على كين انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطة مفيدة جدا جدا للانسان لازم على طول طول الوقت تبضل تكوي السلطة من هلا وصيك طيب ماما حطيني السلطة اللي سمعت يا ماما على فكرة يا مجودة المستشفى اللي احنا روحناها ولا فندق تم النجوم اه 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 طب سناء اه سيبك من السلطة خالص سناء اه حطي لحيطة فارخة بقى في طبقة تبعوني ما تحط النفسك وانت بافكش يدين ولا ايه واحنا شغالينا عندك ماجد اه تحبا ا occurred ما عشان تحباديتي تحبس به له دمlaus وفي الأقل يلا اللقم الحلوة دي دخل الموتار دخل المطート بتحب directory انا كيلت اللزانيا دي قبل كده في capitalistكندرية بس طبعاً ما كانتش بالطعامة دي أوه وانتي ايه اللى ودك اسكندرياً؟ يعني صورينا الاذانة اللى بيتقوله عم لا فكرة يا ماجد باشا انا سيقت التماثيل النهاردة ومساحت البازار زى ما حضرتك أكلتن بزبط أأأأأأأأأ أكلي بقى لؤمة؟ كل كل انا بحب أكل واكل اللى حوالي انا كل يا حضر انا مش هاكل. ها? واخش انام. انا مش هاكل. اخش انام. انا مش هاكل. يا عم صدعتين لو ما تدخل كنام. يا سلام. عمل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان مشتغلش قد. على فكرة انا هتدى رجع لمدرسة من بكرة وهجيلك البزار بالليل بس. اه اعمل لي فيها مكافح بقى. مزاكرتي قد علي انا يا دوانا بوك. فيه ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسة. عايز ترجع المدرسة عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت وعايز تروح بيكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرحلي. مفيش حد بيحس بيا. لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجة حلوة الكل بيفرحلي. فاكيد لو رجعت المدرسة كلكم هتفرحوا. طنط مجيدة وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزين. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده وما اقولش اسمي يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا اونكي حضرتك طيب جدا وانا بحبك اول. على فكرة بقى انا كنفسي بابا يبقى زيك يهتم بأسرته كده. طبا ماجد. ماجد انت متصق فيها؟ جدا. خلاص سيبنا نتصرف. مساء الخير. اهلا انا كمال. مساء نور يا بابا. ايه يا ماجد مش تروح ولا ايه؟ والله هو انا عاوز اعاوز عند الانك العادة لو هو يعني ما عندوش معنى. طبعا ما عنديش معنى يا حبيبي البيت ده زي بيت بابا بالزبط. عايز تقعد اهلا وسهلا عايز تمشي برحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا؟ ده زحمة قوي. وبقيدنا لحاسة ان انا حرانة هتخمق. ايه ما حضرتك حرانة يعني من الفروة اللي انت لابسها بتاعت التعلم دي مش خايفة حد يصطادك في السكن. حضرتك اللي موجود ده ما هوش حر ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي وانا هجيبلك دفاية كهربائية. يا جماعة انتو مش فاهمين بابا حضرتك طول الوقت مش فضيلي طول الوقت عندك شغل. وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طيقة نفسك ومش طيقة الهدوم اللي عليكي هتفقين ازاي؟ هنزم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عادل قالي. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قالي بالزبط هصايف بدل مشاتي وبكده بقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصايف مع بعضين. اللهي ازا كان كده ازا كان كده بس انا موافق اجي معاكم. بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هارجى عايش معونك العادل صح؟ طبعا يا حبيبي تنور في اي وقت البيت بيتك يعني وبعدين انا احب اعد وقاعد اللي حوالي. ماجد اوعاتين ستيجي وما جاسلك حسن ازعل منك. ماجد ميجو دون فورجت تقلني عن تليفون. شاد بقى يا ماجد ها؟ ماجد انا بجد نمسي اخل في ولد اسمه ماجد. امو ماجد لسه يقولك من شوية البيت زحمة وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا انا هستنك بقى بكرة على الغد ها مش عايز اكل كشري تاني. نفسي في بيت زي حاج موسط لرد يعني. بس يلا بس يلا بطل فضايع بقى. ها كمان. يعني الحمد الله انا كنت اقدي المسئولية وقدرت اربيلك ابنك. ياريت انت بقى تاخد بلك منه كويس قوي. وعموما انا عشان راجل متربي فربيته وحب رب اللي حواليه. لكن لو قليت ادبك ابوزولك وبوز اللي حواليه. ايوه ايوه ايوه. صباح الفل يا هالي المكوى. شكرا ما تخطيش ارجى 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 ارجى. بغاية مغيبنك الفلوس. ماجيدة معكيش خمس جنيه عشا ادفع المكوى. هتا لو معاي مش خديك امشي. فار فارس اتعاني فار. فار ايه فار ايه. لمحته معاد كبير كده ماشا الله. يا فار ايه. لمحته ودخل البيت انا هو في الصلاة دلوقتي. هو هو اللي جابه معاه بجيبه انا عارف انت بجيب الفرار تحطوه في جيوباتك. وترميه في البيوتار. جيوباتي وبحطوهن في البيوتات ليه؟ بيشلولي الشنط ولا بيشلولي الشمعات. انا بالنسبالي مش عايز مكوى تاني لازت ارده. شوه في ايه جماعة؟ في ايه فار فار. في ايه فار فار. يا ايها الليل الطويلي. الانجالي. رندالي ايه بس يا دولي. طب هو دلوقتي الليل عملك ايه علشان انت تشتمه ها؟ يعني افرد دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار. ولا انت ملك انت انت بتتكلم ليه بيني وبين الليل دي حاجة خاصة بيني وبين الليل. اللي بتتدخل فيها ليه؟ ليه العمر وما يزعل مني يعني. الو؟ يا رانيا. ايه 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 مالك؟ مالك في ايه؟ ايه ايه ايه؟ ششش. في ايه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير. يا رانيا الروع باللي انت عمليه ده كله عشان فار صغير دخل دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تلاقيش ما تلاقيش. بالليل بقى مارجع ان شاء الله بقى موت لك الفاردة. اجد الوقتي يا رانيا مانعان. حاضر حاضر. هاجد الوقتي يا ست حاضر. دولها انت بجد هتستاد الفاردة؟ طبعا يا ابني انت متعرفنيش. انا يا ما استدت زواحف. الزواحف يعني الديناصورات وكده هون؟ ديناصورات؟ يا ابني الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها يعني. مفيش ديناصورات ده كان زمان. انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغاية دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولة لسه ماخرصتش يا عم ده لسه واخدين فيلم جنينة الديناصورات بطولة. لا يا ابني التانية جنينة الحيوانات. هما اساسا الدياناصورات بيعيشوا في جنينة الحيوانات. اه اصلهم من الجيزة يعني؟ اه من الجيزة يعني البطايا مطلعينها من الجيزة بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابة. ملك الغابة ما تقول الاردة يا عم من غير القام. ملك الغابة هو الاردة. وانت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. مهم انا هتكل على الله دلوقتي. هم؟ اروح اصطاد الفاردة بقى. دولة 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 والنبها دولة. عايزي عايزي عايزي. انا عايزك تاخدني معيك يا دولة والنبها. اختك معي فين يا لأ وانا رايح هتفسح يا دولة. يا دولة عشان خاطر نفسي اتعرف على الفاردة يا دولة. وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول دولة ايه؟ لا يا راجل. اه دولة فاردة. انت كنت يخرب بيتك؟ انت كنت بتتعامل معهم انهم انا مقص. بيبي اسحى اسحى يا عادلة مش عاد فتعرفت نمس ازاي. يا رانيا يا رانيا في ايه يا رانيا. ايه المشكلة في حتة فار يعني يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عود وناشط جدا في فريق كشافة فانمنا بقى في صحارة. وفي جبال وفي غابات ومش بس فران. قابلنا حيوارات مفترسة ويا ما اتصرفنا معها. يعني اخف ان ايا من فرق. يعني انا نام في حماك يعني؟ طبعا نام في حماك وما تقلقيش خالص يعني. انت في امان يا ماما وانت جنبي وهي قدر يهوب ناحية هنا. هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له. فعشان كده تلاقيه لم شنطته وخج ابنته واتكر على الله نامي نامي نامي. بحس بالامان معاك عادل لثباتك وقدراتك على المراوغة. مش نامي نامي نامي. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة يا ماما دي ايه ديك انت بتدفع عنه بتخديش حبك لتومنت جيري هتغلب على حبك لابوك يا عاسمين ايه يا عهد فيه ايه يا حبيبي فيه ايه فار يا موقوس وكنت عاملي فيه احمد السقف افريكانو انا ما خصبت احمد ايد في افريكانو برضو يا ماما ايه يا جماعة يا جماعة يا جماعة دي ايه دي ايه ايه ديك جا تحت السنين مش بقول بقى كلا يا عدل مش بقول يا رؤبا احنا عايشين في ده يا يا بني مالش ده انت لازم تتصرف الفاردة هtoiبوت يا بيبي ما تلاقوش يا جماعة ما تلاقوش يا نها الفاردة في البيت ده ان شاء الله همسكو وحلقوا من ديلو قدام الباب بتاع امه مرفت عشان اخليه عبرة لكل الزواحف Belize واوله ركز معايا ركز معايا افتع ايدي بقي احتياطي احتياطي هنا ده المنظور الافقي والرأسي بتاع الشقة اللي احنا فيها. ماشي دي الشقة يعني. دي الشقة. طب احنا فين يا دولة? في الصالة? ادي الصالة هو كده هو. ادي التلات قوض وادي الحمام. ماشي. احنا احنا فين? انت عايز تشوف نفسك هنا عند خريطة? اي 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 انا بشرح لك الخريطة وركز معي عشان الضار يلا ركز معي. طب البزار فين? البزار مش موجود هنا. الشقة فيها بزار? لا. يبقى خلاص ما تسألش. تسمع بس. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج وما داخل الشقة كويس قوي يا معلم. وبعدين دخل على الشقة واختار قوضة وكان فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تتكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. يا الارانب اللي انتوا في فالك كلين انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده? ايوة دول انا امي دايما كانت تقول انزل مخزن يا لارمزي هتلنا ارنبين علشان نعمل ملوخية بالانارب. بالانارب ما ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنت بتاكل الملوخية كانت القطط بتلم عليكم. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا ادوبك هناكل كدوا والقطط بقى بيناونوه ويقوموه هاجمين على الملوخية يا امو انارب ديان ياخدوا الانارب ويسيبوه لنا الرز مش عارف ليا دول. يمكن الرز مسلا بيعمل لهم تخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة عموما. الانرب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا يا نوف مصر فاحنا عايزين نصطاد الفاردة هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد اتفقنا? اتفقنا دول. وبعدين انا ابقى نايم جوه في القوضة اول ما المصيادة تصطاد تقوم عامل الاشارة على طول. ايو عارف يا دولة الاشارة انا عارفة اقوم غمزلك كدو. غمزني كدو? هي دي الاشارة وانا نام جوه وهسمعك. وهسمعك ازاي غبي. او صح يا دولة خلاص يا دولة انا هصفرنك. لما انت لو صفرتلي ما انا ممكن انه هصحك خلاص. غمزلي لس بصوت. دلوقتي يا جماعة انا جماعكم عشان اقولكم ان في حظرة الجوال ممنوع اي واحدة فيك وتخرج من قضيتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرد المتوغل في داخل الشقة. يا سلم توقفوا ده انا عايزين نروح لحمام. لا ممنوع. ممنوع اي واحدة تخرج من قضيتها يا جماعة. انا مش مسؤول عن اي واحدة تخرج وتوصل للصالة. مش مسؤول عن تأمينها. وهل فترة التوارق سوف تستمر دهرا? اه فترة ايه التوارق انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر لكن الواقع والنتيجة واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم. المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتاتنا لأ لو عايزين اي طلباتات حنجيبها مني يا استاذ. اي حد عايز اي حاجة انا المسؤولة عنها. ديكو تمويني. اي كان فيكو ثلاثة يام بحسب مفيش واحدة فيكو تخرج من قضيتها. هل ممكن اباتة عند امه مرفض في الفترة دي? نوية حميتي لان ده بقى اسمه هروب من المعركة. لا ما اسموه شروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا مام. دولة طب وانا يا دولة ايه. انت هتفضل مرمي هنا لغاية اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولة يا عام اد الفار لسياده يا دولة جيبله جبنة يا عام. جيبله جبنة يا ابي. هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغداء. ايه بقولك ايه بطل نفسانا على الفار عايزة تاكل الجبنة بتاعت الفار ولا ايه? يلا جماعة كل واحدة هتتكرا على الله وتخش في مخباقها لغاية اما اقول لكم على الجديدة. راح فينا يا دول. هو ايه اللي راح فينا هو ما جايش اساسا انا انا اصدر يلا. ايه ده? فات ست ساعات. ورمزي ما ادنيش الاشارة ولا يكون الدهاني مسلا وانا ما سمعتش غمزة عينه. انا مستيقظة طوالي الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مسيادة تلوة الاخرى. مسيادة تلوة الاخرى? يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوفي الغابي ده عمل ايه؟ ولا رمزي. ايه دول ايه? مسكت الفار دول ايه؟ بار ايه لم لمسكناه.. إيه اللي انت عامله ده؟ وحطيتلي مصيح ده في صدرك الفار بيلعب في عبك ولا ايه يا لأ؟ اه يا دولة والله ما.. الفار مجاشي مجاشي؟ أمان انت تقول لي ليه الأساساً بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا نصحت لك دلوقتي فين الفار يا هات؟ والله ما كلت يا دولة ما كلتش الفار؟ أمان لايه اللي حواسة بتاعت الجبن اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن من اللي كانت موجودة في المصاهد ده انا كنت عامل عساب اللي يفضل منها اعملو سندوتشات لي يا اسمين ما كلتش حاجة يا دولة بقى بطل تظلمني بقى اظلمك ايه يا لأ امان الجبنة دي جات منين؟ الفار هو بقى كلك خاص من عقلك يعني؟ معلش بقى دولة السنة بصراحة جوعتي يعني مبارح ماشي ماشي بتاكل الجبنة اللي جوه المصيادة ماشي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه ماشي انا هتصرف بقى هحط في الجبنة سم سم؟ اه دولة والسم دون يعني هيغير طعم الجبنة؟ لا مش اغانا خارج اعمل لك سم كمان بالكاتشاب ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده يا دولة يا دولة انت قاعد كدون ولا انت على بالك كدون يا دولة وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولة انت ايه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتطرقعش عليك بص ولا هقوم بتطرقعك على وشك فار ايه قاد اللي أخاف على الحريم منه يا دولة الفار يبص الحريم الفار يبص لسندوتشات الحريم يبص لحط الجبنة محتوطة في المنصيادة ها؟ اه ما هدولة ده بنت دلوقت روحت اتفاهمت معاب الحسنة مرضيش يفهم يا عم خلاص بقى سيبه في البيت اه سيبه في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي استسلم انا بس مجرد ان انا يعني بالم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي ماشي 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 فيه يلا اعلان ان او في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو اقتلوا فرانكو لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة دلوقت وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر بوليس ايه يلا اللي يشم خبر هو فيه بوليس للحيوانات يلا يا اهبل مال يا دولة؟ يلا مفيش كلام ميدي يعني انا لو ضبحت فرخة مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولة مش رفعت السلاح في وش فرخة؟ يا دي عبيد يا دي عبيد لو فيه بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي الارود عشان تبقوا مع بعضيكو يعني عموما انا هتصل بالشركة دي وخليهم بقى ايه يجبولي الفاردة انا عايزهم يجبولي الفاردة حي عشان انتقم منه بنفسي معاك ماندور في شركة اقتلو فرانكورا يا حبالكو في البداية محتاج منك شوية بيانات اهلا نو سهلا اتفضل اتفضل حضرتك ده انا مستنيك من بدي بالنسبة لبيانات انا اسمي عادل سعيد متزوج لا 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 انا عايش وقت بيانات عن الفرق انا دخل امتى؟ عنده كم سنة؟ اه حضرتك يا انا انا ملحقش اتعرف بيلي انه بيجرب سرعة جدا لا الفاردة انت واقي مش اجتماعي حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص بدليل انك دخلت وقعدت اهلا وسهلا ارجوك خلينا شوش بلينا اتفضل حضرتك اتفضل ايه ده ايه حضرتك ايه شعور ايه اجهزة تشويش لاحق يخش ويزرع اجهزة تشويش اتخلينا في الجد بالعملية دي هتكلفك الفين جنيه الف عربون والف لما سلمك رعبة الفار ايه الفين جنيه عشان اطلع فار من البيت حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فقوش فران وارخص يعني ان الفار ميدخلش عندك جوه تاني يا سلام وهيخشيلي جوه تاني ازاي ازا كنت حضرتك هتكون قتالته بص بقى حضرتك انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع برا ماش اقول كده يا عادل بقى فاش اقول احنا ازهقنا خالص 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 لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتماشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكربة لقنا عدين فيها ومش عارفين نعزم الصحابات بتونا ووفاتنا انا ممات كتير صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم انا مش عارف جوه النادي اللي انت بعيشانا فيه دا حماتي احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل بابي انت لازم تاخد موقف حد معالى انك اديته كذا فرصة وهو اللي ضيعها انا اعمل له ايه هو مش مديني فرصة يا ماما يا ماما يا ماما اما هو شفته مش مديني فرصة ان انا امسكه جدك يا باما كان يعفى الفار من هنا ويلعب بكرة هو واصحابه يا ماما انا الكرة مش من هوياتي عموما يعني وبعدين كل واحد ليه مدرسة في اسطياد الفران انا مدرستي مش عارف مدرستي بس ان شاء الله مدرسة جديدة وانا افرقه ايه رعيك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخافوا ياك اه اه اوعوا حد يفرج الفار على توم انجيري اولا توم انجيري جيري ده هو الفار وتوم ده لعلمك غالبان جدا ده الفار هو اللي معزبه لو احنا فرجنا بقى على توم انجيري هيفتروا ومحدش يعرف يخرجوا من البيت ده ده بصي ابي هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده لانه يحرم ولا بيتفسح ولا بيروش يا سلام يتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك ده فار يا ماما فار وبعدين الفاردة لعلمك اهل وصعيدة لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده بس انتوا بس ايه اساعدوني على ما انا نفذ الخطة ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفاردة ايوا ايوا ثانية واحدة ايوا ايوا wait خلاص 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 ازاي انا خبطت في المسيادة انا محصلش حاجة الحمد لله خلاص خلاص ما تقلقوش انا هحل المشكلة وكلو هيتحل ان شاء الله دلوقتي انا ما تقلقوش دولة حبيبي. خش خش مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولة صوتكو جاي باكرة الشرع يا عمي. في ايه الفرق ايه اخباره طمنني. انت جاي تطمن على ابنختك عامل اللوز. موجود يا سيدي عندنا في الشقة بس احنا خلاص. هنتخلص منه يا لها يا رمزي ما تقلقش. اللوزي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضة رايح فين كده. دي الاصرات. يا الله! يا الله عادل! or ya o handsome! ايه ايه ادرك اه ااه ا primera طويل اه انا اسف يا دولي قصد انا! اتبوتنا انا لا بوت ن crookedنا ادربي يا عادل عänger غاوني آسف يا دولا انا أسف ما هي التياتضرت الشكس يوما بسى لم أكن لدي ان اخذ السابيع يا دولة فقط اخذ المطبخ يا مأسو المطبخ يستهبب الآن غاوني رمز التاريخ يولي يا دولة يولي 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 أقع اااااااااااااااااااااااااااااا هbody يولي اذا استراح لكم انت قذي لكم و נتقن لان diagnosis الونا reply اخدوا و اخدوا ايه ايه عمل ايه لاذا الحدث لم ترجعنا من نفسنا لماذا ستجدس بان الفدن انا و الان لماذا الحدث لدينا الذهاب frente بين البناء وما نترجاع البير و سلام وللبناء أدمين ما يسيبوش الفران يعيشوا مع نفسهم بسلام ليه الصراع الأزلي ما بين الفران والبناء أدمين مع أن الكرة الأرضية تقدر تستوعب الفران وتستوعب البناء أدمين ليه البناء أدمين ما يسيبوش الفران حتى حت الجبنة في أي مسيادة ومسيادة ما تتقفلش عليهم حرام عليكم يا فران حرام عليكم وانا يعمل لكم إيزاد على اللي احنا بنعمله دعوة للتعايش دولة دولة أيوة أيوة طبعا مشكركم على التحية بشكركم على التحية بس ليفتكروا الفر اتأثر ده كل ما عليش يا دولة نقاسك سمحني يا دولة نقاسك ولا عمري هسامحك ابدا تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمزلك دوا بعينك عشان الليف من وراه وتدربني ماشي يا رمزي ماشي يا دولة بقى ما تسلمنيش بقى يا دولة والله العظيم انا مغمستلوش اللي مرة واحدة بس يا دولة يعني غمستالو اه يا دولة نقاسش على فكرة بقى انا سمح حكاياتكم الصبح ودواكم عنده باشا ايه؟ عندك موكروكور مش هاش بدل الكل كعل على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي حمدي بوسي ده ايه؟ مضاد دحاوي؟ لا بقى ده باشا صائد الفقران رقب واحد تستضي الشهر اللي فات 2500 فار الفران كنا تسمع اسمه وتترقب منه الرمزي هو ده بقى أسوز عادل المخلص طيب إلحقني بترفونه قبل مرقب تضيعه النبي عناية يا باشا طيب حضرتك انا مش فاهم يعني ان شاء الله تاخد الحر اللي عندنا وتسله اليناне ايه؟ ايه؟ معلا انرب واه واه يعني كده كده هنموت ياللهiene علينا ولا اون أيه اه ولبقى انا عايز اقول له حضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك رأس الفار اه لو سمحت يعني يا استاذ بيسبس نوع حضرتك انا مش عايز يعني القط يموت الفار لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات استنفرارات اه ايه العلاقة اللي بينك ومن الفار بتتفق مع الفار علي هذا رمزي لا يا دول انا بس هكلموا عدبوا اعتاب الكلب للنادلة علشان انا مكنتش متفق معا انا كده دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربوا ومش يقزكش مش يقزكش قعد يلا قعد يلا مش عايز اسمع صوتك يا ضع ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني يعني عموما القط هيضربه ضربة مخبورين تدروخه بس حضرتك بس ما تعلمش في جسمه يا سلام انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري بسمعت على القط البوليسي ابدا يعني لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي بس 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 يلا يا باستك يا باستك يا هجام باستك باستك اه جام عليهم علش اه مع النبوساي يعني هزقناك معانا صراحاً مهاردة لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجة انا حضرتك اللي فاشل وساهب طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قبتة من دول وانت مروح يعني وانت رقيح السرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك يا سرك ايه بقى وبتاق ايه حضرتك زبان اللي مرد شمت خبر والقرود اساساً مستنييني على غالطة يا أستاذ مستنييني لك على غالطة؟ دلتا علاقتك وحشة جداً مع كل حيوانات السرك بقى على كده ايوه أستاذ للأسف أستأذن أنا بقى سلام عليكم فضل سلام عليكم سلام عليكم بساق الفل يا باشا ايه؟ المكوة يا باشا المكوة؟ ايه يعني انت عطان ايه هوا عمينة ايه هوا ايه يا باشا دار في فارف البيت دخل في مونطلوق بس الزار داخلي هالتر ولا رمزي! عرفنا الفرفين! امسكوا يا لا! ها تعد بسرعة! بسرعة دولة! بسرعة! 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 عادل! هو أنا كنت عايزة أطلب منك طلب بس محرجة شوية! وإيه اللي يحرق في الطلب بتاعك؟ إيه؟ عايزة تعليم الرأس ولا إيه؟ لا 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 لا. الرأس ملوشيا لقى أصلاً بالدراسة دراسة أساساً عند القنسة كده بفطرتها بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى? عند القنسة كده؟ لكن فطرتها انت كل حاجة تلزقوها للفطرة ايها الفطرة؟ هستحمل ايه ولا ايه؟ عموماً أنا طلبة بعيدة عن المواحد بعد تان أنا طلب تجميلي خاص بمسألة الجمال الجمال؟ لا 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 أنا برفض تماماً موضوع عمليات التجميل مالها ودانك كده يا ماما مزاي الفليامة انا ناس ودانهم طويلة جدا كده وعايشين ومسكين مراكس يعني ايه عاد هو انا وداني ويحشا يا عادل؟ لا يا حبيبتي ودانك امر انا بهذر طبعا ده كل حاجة تهذر كده بصراحة بقى انا مضطرة اطلب الطلب بكل جراءة انا بقى بصراحة يعني اه عايز علبة مكياج علبة مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فارط؟ يا عادل بقى مكياج فارط الكلام ده لما كنا في السنوي لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسة بقى ونجيب مكياج واصباع روج والحاجات دي يلف على اربع خمس بيلات مع بعض كنت بتخمسه في اصباع روج؟ عادل انا بتكلم بجادة خليك جاد شوية يا رانيا حس انت بيا بقى وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه؟ يا ماما انت اجمل وقت بحب اتفرج عليك فيه وانت نايمة ومدياني ظهرك خلاص بلاش علبة مكياج خليها علبة سامنة انت عايزة اي علبة وخلاص؟ علبة يا ماما بصي لازم تفكري بشكل جماعي الطلبات الجماعية مش الطلبات الفردية ايوه بس انا لما اتجوزتك اتجوزتك لوحدك ما عمانتش فيه الجامعية ايوه ما انت قبضتها الاول وبعد كده هما اللي جوه ما اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هما بقى يا رانيا ايه يدفعوا منين يا رانيا ما انت ماما وعلى يدك عارفة مفيش اي فلوس ديها بتجيلها من المعاش زائد النساناء كمان بتاخد 300 ملطوش 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها اخناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني يا سلام طب ما انا ممكن اقولك على مامي كده برضو وعفيها من المصاريف تعفيها من المصاريف ليه؟ مبطلب الاوائل ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت رحفين؟ انا عندي المحاضرة الاولى والشلة كلها مستنياني ما ينفعش تاخر عليهم؟ يا سلام ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش كنتي معدني النهاردة ان انت حساعديني في شغل البيت؟ بص يا حبيبة قلبي انا ممكن للمرة الجاية اوعيدك ان انا ممكن اعجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل ده بس عشال خطر وعيونك انت هي اقمر باي والله هما اليومين دول هما الطلبة اللي بيحددوا موعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العزيب فينا ايام زمان اعمل الالتزام والتزويغ والنط من عصور هزولت ترويق وكلهم مش موجودين باشتغل عندوكم ايه ده؟ دفتر توفير؟ سناء سعيد اربعين الف جنيه مصري فقط لا غير؟ ومستغونين بالرقم ده؟ ده بطر؟ ست سنين يا سناء ست سنين بتخدعينا وبتضربين على قفانة وبتحوش من ورانا اربعين الف جنيه؟ وانا مش عارفة اضرب علبة مكياز من عادل؟ ماشي يا سنين ماشي 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 السلام عليكم عليكم السلام ربط الله وبركاته طلباتها يا ماما اللي انتي طلبتها وجبتليك كمان يا ستي الزبادة يا هو عشان البشرة بالفراغ عشان خلي وشك محمارة مرسي يا حبيبي تعيش والجبنة ودي يا سناء ادي قلمين جاف قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا حفتح مقلمة في المتين جنيه بتوعي عادل عايزك في موضوع؟ خير قولي ما يمفعش مش عايز حد يسمعنا طب انت كده لفدت نظرهم وهيعود تصنته علينا عنا تصنت على ايه؟ ما انت مفضوحة مفيش عادلشانة غير امك الاختك نهائيا اطلاقا ولد زعالي نفسي العكس صحيح اختك الامة هنقعد نقول في فوزير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزة ايه؟ وابقارجع اقولك او انتوا ابو تصنتوا بقى عادي اطلاقا امك واختك ايه ده ده موضوع تاني خالص مالهم بقى اللي توقعت ولاقيت اتفضل ايه ده؟ دفتر توفير؟ اه اربعين الف جنيه ده بتاع مين ده؟ مستر يلا لا غير بتاع الاختة سناء سناء؟ اه سناء طب اجابة اربعين الف جنيه منين؟ ده اكيد بصي الدفتر ده اكيد مزور اوعد تطلعيه لحد اللي يقبضوا علي او اقولك بلغة عنها عشان يقبضوا عليها مدام مزور كلامها هو المزور حياتها معانا هي المزورة على طول بتتضعي الفقر وعملها نفسها معندها اش فلوس مشوف شوف اربعين الف جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش متطلقة بتاع اتنا وعيشة معانا لا يا حبيبي ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر عيشة سفلقة على قفال الهانم انت عارف اختك بتاخد كم؟ بتاخد في الشهر خمسمية جنيه بالحوافز خمسمية في اتناشر في ست سنين ده معناه ستة وثلاثين الف جنيه طيب قول اربع تلاف بتوعي الاربعين دول ايه؟ جابتوا من ايه؟ فوايد يا حبيبي فوايد ده معناه ان اختك نايمة وعيشة وواكلة ولبسة ببلاش ايوها وكلة وشربة ونايمة سفلقة ده حتى قلة ادبها ببلاش ماشي يا سناء انا بقى هتصرف سناء عايزي يا عادل لا مفيش يعني انا عايز اقولك صباح الفل والجمال والاشتا والكريم شانتيه صباح الفل يا عادل خلص قول عايزي وبلاش محلسة محلسة؟ ليه بتسمي يعني ان العلاقة بين اخ واخته يبقى محلسة يعني؟ عموما القفة ما واثنين بيشيلوها ايه؟ واحد بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل اقول عايز ايه؟ لا مفيش انا بس كنت معدي فقلت عدي اسلم عليك يعني كأخت وكده فجيت اقولك ازايك وزايك وانت مش خلاص سلمت يا عادل واقف لي عايزين؟ لا مفيش اعتكر انا بقى طيب موبايلات بقى ها؟ رنات عشان ما يبقى الشهر ها قلت لها؟ اه هو انا الصراحة يعني لما احتلها واكيد الرسالة وصلت يعني رسالة ايه يا عادل في ايه يا حبيبي او انت فاكل نفسك حمامة زجلة؟ بصي تشبهاتك مستفزة يا رانيا وبعدين انا هقولها ايه هي اختي برضو مش معقولها اروحها اقولها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني عادل بكل القوة وحاسم وعزم وامان روحوا لها هلا اذا كنت خايف منها خايف منها ايه انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ عمود البيت ارقاجل فمسلا تغير وجهة نظارها على رجالة تكرههم مثلا يا سلم قال يعني هي بقى ما بتكرههمش بس اللي علمك بقى انا فيه في دماغي فكرة فاضيعة فاضيعة وهبتدي بتنفيذها اوكي ماما فيه موضوع لو قلتلك عليه دلوقتي حالا ممكن تروح تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها يا خبر سود لكو انها ترجع لجوزها لا يا ماما ايه اللي يزعى في موضوع انها ترجع لجوزها ده نخص عليك يا عادل عايز ترمي اختك لا مش مسألة ترميها بس انت فاهمها غلط عارفة سناء محوشة من ورانا اربعين الف جنيه والنبي برافو عليها مش زي مراتك ما قشتك اول بول يا ماما انت فرحانة ومبسوطة يا ماما ايه ده انت عايز البنت تصرف عليك لا انا بقولش تصرف علي بس على اقل تساعد يعني يا ماما اختك واحدة نية اللي لها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجة تتعكز عليها ما تتعكز براحيتها انت شفتين يعني شدتي العكاز منها وقلت ايه اروح تصرف معا وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه اه بصد الله يا رانيا يا رانيا المواضيع دي ما تتخدش اقافش انا لمحت الماما بس يعني بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ماينفعش اتكلم فيه يا سلام يعني هي ينفع يعني يتحوش والجرش؟ لا 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 ماينفعش بس انا فكرت في حاجة بقى زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده ازيه؟ هتشوفي دلوقتي انا محتاجين ايه الشهريدة من طلبات؟ قلبة مكياش بقولك الشهريدة ضهنين لمكياش اه الو اه ايو حاج سيد سوبر ماركت السعادة؟ كده عادة؟ مساء الخير يا فانسي مساء النور منزله مسيز عادل؟ اه طب هو كان طلب الحاجات ديت وقادل فطورة راجل شكله جي مش كده؟ اه شكله اه اه كده ادهال حاجة بقى يانا يانا مصر مصر ناني وشقهري ليه؟ هوا انا في العادي بشخر؟ لا يا ستة انا اللي بشخر انا صار عامل ما سمعت ستش خيري ما انتي تبقى ناني قدوكش ادخلت شقهري عادل 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 رانيا 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 ايه 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 في ايه من حصله ايه؟ حاجة بسيطة خالص في فطورة برا لازم تتدفع يا عادل مهامة فواتير مصر مليانة فواتير دلوقت حالا يا عادل ايه يا عادل ما تصحى بقى يا عادل فطورة لازم تتدفع يا رانيا راجعي نفسك مش عايزة تقومي؟ اني اغرق نوما ما اغرق نوما؟ احدفلك العوامة؟ براحتكو 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 تفتكي اتدخلت عليها؟ اكيد دخلت عليها هلا اربعين الف اللي هي محاولشها هم برضو تصرف منهم ايا ماندو قوليلي هي اسمها لسه سخنة ايه؟ انا مش قلتلك ادعاكلها دهراها باللمون وكلفتيها في البطانية الجديدة اللي جايبينها بالقست ايه؟ ما عندكش لمون؟ يا سلام عليكي ما تستلفوا من المعابير يا أختي لا ألف سلامة على بنت حضرتك الأستاذة اسمها ألف سلامة يلا مع السلامة دلوقتي مع السلامة اه والله يا أخويا بس تسريرها تحت الشباك على طول فالظاهر بقى أخدت لطشة برد من طيار الهوى البحري ايه بس برضو يعني اللمون ده ما بيجبش النتيجة اديها مثلا يوستفان دي او اديها مجموعة أنفلوانزا مجموعة أنفلوانزا؟ لأ مواخزا ما دية مدالية ايوا يا سيدة السباك ركب الكوع ايه؟ لسة بينقط بقولك ايه؟ يركب له جلد بدل ما يغير الكوع خل بالك بقول لك يا سيدة ما توقفيش مع السباك لوحديكم سمع ولا لأ ايوة كده مع السلامة انت ما تخلي امان ده يوقف مع امه يعني مع السباك لا اصلي بلا قفيا ده البيت التاني وجامعتنا اللي هناك ما بتخلفش اه ده حاجة عجيبة يعني حضرتك كنت بتجوز واحدة من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحدة من اللي ما بتخلفش انت عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جاي بالطلبات جاي بالطلبات طب وحضرتك قاعد ليه يعني مش خط الفلوس وخلاص؟ حضرتك انا مخدتش حسابي اساسي مخدش حسابك ازاي؟ مخدش حسبك؟ طلط واقولولي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي فانا مرضيتش بصراحة اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب القروضة ضغط يا عيدل بس ده انا هجيلي سكر ودوية لسبوري طيب وحسابك كم حضرتك؟ مية وعشرين جنيه مية وعشرين جنيه بس انا مش حاسب بقى على الناس اللي انت عمال بتاكله واللب ايه ده؟ ايه ده؟ خمسة كيلو لب واكل خمسة كيلو لب انا مش حاسب على الكلام ده دي مسلسة واحدة بس اللي قالتها ماشي مية وعشرين جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجة ما اسمعش كلامنا ها؟ ماشا باشا بقول لي السيادة ايه؟ لو سمحت يعني لو حصل يعني ومو اسمع اتصلت بي ولا حاجة يعني طمينها علي وقول لها ان انا موجود في المحل واتكلمني انك على التليفون ها؟ حاضر حاضر بقول لك ايه؟ مش عايزك ترغي معها خالص ده فيها خراب بيوت اه هي ما تعرفش ان انت متجوز واحدة تانية عليها؟ لأ طبعا هتعرف رانيا واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش احنا نبتدي نسحب منها بقى ربع جنيه ونص جنيه مية خمسة وسبعين اصف الاخر نكونوا مبلغ حرب استنزاف يعني بصدق بغاية ده ما احبش منها الهابشة الكبيرة عادل ياسمين بنتك عايزة اتنين جنيه عشان تشتري جلادي عادل عايزة تشتري جلادي تجلد عامتها سناء ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة المتفاق ايه بقى هذر عادي يعني الفلوس بقى يعادل بسرعة اتنين جنيه انا معايش اتنين جنيه انت معاك اتنين جنيه يا رانيا لا لا معايش عادل فكة خالص ايه دي احنا عادي في ميكرو باس هنا ولا ايه معاك فكة معاك فكة ميت على كام ومش عايزة فكها ورقة بكام اقول ورقة معايا يعني بمتين جنيه مش معقولة يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها ايه مايصحش كده يا سناء ايوا كده يا ماما اقول لها مايصحش طبعا دي بنت اخوك يعني انت عميتها يعني عادي يا سناء عادي كده يا سناء خدي من اخوك المتين جنيه وفكهاها وانا ما عنديش مانع انها في الكالي بس ايه يعني ها هتجيب فكة مين متين جنيه يعني لا معايا فكة ما تقلقش خالص يا رتج على قد الفكة ده ما فيه اكتر من الفكة ثانية واحدة كام جيمتين ايه دي مية واضي التانية فكة انت بتقباضي من الكانتين ولا يا سناء ايه هو اكله وبحلقه ولا ايه خد يا واسيز الفكة انت عايزة هات الورقة ممتنة سلم واستلم ايوا صوفت اختك مع همتين جنيه بحلهم وانا ما احتكمش على ثلاثة جنيه وربع ثلاثة جنيه وربع انت بتحويش من ورايا يا رانيا انت بتيلي ببالا عايزة خمسة وثلاثين قرش عشان مش عايزة فك الجنيه ماشي ماشي سناء الفلوس دي نقص بثلاثة جنيه ايه يعني ثلاثة جنيه في جزمتك في الجزمتي ايه يا جزمتي دي عصالة كأنك جبت بيهم شوكولاتة لياسمين شوكولاتة اه طيب بقى يا رانيا ابقى خلي ياسمين تغسل سناء عشان شوكولاتة بتسوز السناء يا حدل احنا كده بنستنسب اتفرجي اتفرجي بس صبوري hola Certain'ي هنا حج فولي انت اي Jingle ايه؟ يعاز بضاعش ايه؟ الوا 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 يا حج فولي يا خبراج br takes place المكلمة بقولك هاتف فيتاق الموبايل لا أنا لقد قوشك م ترصيدك على النفاز صحوك حامل عميل أيه حوليلي من الموبايلك لموبايلي خمسة جنيه عشان عندي تليفون مهم جداً لان الحج فولي فيه بضعة بيني وبينه ولازم اكلمه السرعة يبني انا خطه وانت كار تحولك ازاي يعني طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص سناء الدهوله عشان يهبط يأ هاتي هاتي طب خد بس ما تطولش خد لا عيب الا الحاجات دي انا امين جدا يعني رد بقى حج فولي اكيد مش عارف ان امرة فمش راضي يرد يا حاج فولي رد يا حاج فولي رد يا حاج فولي رد يا حاج فولي رد خلاص خلاص الحاج فولي ما ردش انتهينا هو ايه طب هاتي اكلم واحد اسمه جابر صاحبي كان معايا في تالتة تاني في اعداد يابني هو مصاريفه ونادشه خلاص علم سناكيح صحيح احنا بنتشتم يا عادل احنا بنتشتم وبنتبهل الرانية تعالي ورايا لا حلا غير المواجه احنا لازم نواجهها يا عادل دي ايه دي ايه النسى اللي ما عندهاش دم دي دي بتبكح فيا وانا تقول عليها سنكوح نسية الهاني منها يا ما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه الرنات ونعمت الزراير لدرجة ان غيرت الوش كذا مرة وش ايه اللي غيرت يا بوشين انت وش ايه بقى ما روحت اتغيره عند هلا هي لوفون انه بتشتغل فيه البيت صور صاحبتي وانا اللي روحت حاسبتلها وجبتلك الموبايل اللي حدا عندك اه بس اه فين الوش القديم بتاعي وش قديم انت مش لايه حاجة تقولها ولا ايه اه سناء اه 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 احنا عارفين موضوع احنا عايزين نتكلم فيه معاكي ببس مش عارفين نتكلم بس هنتكلم انا عارفة انتو عايزين تقولوا اي اي انا فاهم يا كويس قوي انتو عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا عادة في البيت ده عالي عليكم اه لا يا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني انا لو قلت يا حساب يا حساب حربيكو اه 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 سناء اه حساب ايه وبتاع ايه انا اوزينك يا ماما كنبيالات ووصولات امانة تحب تعرف انا بعمل ايه وحعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش اه بلنسبالي انا طبعا عايز اعرف انا ما سألتش نفسك يا هانم فاطورة التليفون بتاع البيت اللي بقى لها تسع شهور ما تدفعتش لحد دلوقتي ازاي التليفون شغاله بتتسلم اينه وتردي عادي انا اه عادي عادي اه المصلحة بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفة ان احنا من دافع الضرائب لما بيحصل لنا زنقه بيسبونا يعني اه من المصلحة اصلاها خالتك انا اللي روحت بنفسي روحت دفعتلك فاطورة التسع شهور عشان تعودت الكلوم في التليفون عادي جدا كده ايه ده وهم يعني ازاي هما ما قللناش حاجة زي كده يعني كان لازم يقولولنا يعني اه كنت عرفت ما كنتش حاسكت كنت هتعملي ايه يعني كنت هتدوملي لا كنت هقولك مرسي انا لو عايز اسمع مرسي على حاجات كتير 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 كت قلتها وطلبتها منك بس انا بعمل حاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها اه سناء اه يعني ما عادي يعني اه وضع طبيعي ان كنت تتفعل فاطورة بتاعت التليفون لان انت صراحة اكثر واحدة بتتكلمة في التليفون يا سلام طب ما سألتش نفسك يا عادل ليه الرجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسة بتاعت بنتك بينزلها على باب العمارة بدل اول الشارع اه 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 بيخرم بيخرم عشان الشورع زحمة اه 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 نوع من انواع التهرب المروري ليه يا زكية عشان اول كل شهر بغمزه بخمسين جنيه في ايده عشان ينزل بنتك قدام باب العمارة بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان يا سمين يا عادل ايه 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 بقى ايه بقى يا سنق مانت عمتها يا سنق سمين عمتها اختك المزغودة اللي انا مش بحبها اساسا ايه يعني عمتها هي كمان مال هنجليها هي كمان انتي فاكرة وصلة النيت اللي عادل حالف متين يمين مايجددتش اشتراكها مش ملاحظة ان اختك بقى لها الشهرين بتشتغل عادي يعني انا لدفعها يا هانم عشان عارفة انها بتزاكرة على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر طيب ما انا يعني وانا يعني اه اعرف انا الحاجات دي ازاي بقى والله يوقنا انا كمان كنت اعرف يا سناء خلص انا اول مرة اسمع منك الكلام ده دلوقت صراحة يعني عشان انتو دايما شغليم نفسكم بتدوا ايه بس يا عادل عمركم ما شغلتو نفسكم بتاخدوا ايه ما هو اه يا سناء يعني صراحة شكرا على اللي انت بتعملي ده الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني بس ما اقول الواحد لما بيتزنق يعني هيلجأ لي مين يعني انا اختك واشيلك يا عادل ابتليك بنا اخليك لي يا سناء يا رب بنا اخليك خلص بقى منزعليش بقى يلا طيب عايز التلاتة جنيه اللي هما بتوعي عشان عايز اجمد الورقة اممتين جنيه هجمدها ازاي يعني حطه في الفريزر يلا لطيفة يلا